اشتركوا في القناة انتم رجلتكم على محارمكم بس لانكم ضعفاء لانكم اغبياء مشكلة اللي يقولون فادي ورع الان صار ورع الان صار ورع لا فادي رجال فادي من عمره 15 سنة متحكم وتسلط على خواته فادي منحط عيننا بعينه ولا نقدر اصلا الان صار ورع الورع يضرب الورع يتحكم ويتسلط لا لا مورع هو رجال لازم يكون قد رجول تو ما يتخفى يطلع القصة وما فيها تعرضت للاغتصاب من ابوي والتحرش كمان من عمي من الدلة وللتسلط من اخويا وكانوا عماتي وعمامي هم اللي يدعمون اخويا ويحرضون علينا كانوا دايما يقولون انت رجال لازم تضرب خواتك وتربيهم كان كل شي علينا بالحسرة بالحسرة كان حلم حلمة شغل تلفزيون وجلس زي العالم والخلق مجرمين هم بره ويسافرون ويرحون ويجون بس حنا لا مو بشر نفسهم كل شي علينا ممنوع كل شي علينا ما يصير اذكر كان عندنا خدامة كانت تقولهم ليش انت كذا مجنون ليش يغرب اخت حتى حتى هالكافرة تعلمهم الاخلاق والمبادئ والله مرة طلبنا من المطعم ومتدل الوصخ خادي السال فمستحيل ننسها لحد يقول لي انتي حقودة انا مني حقودة هذا حقي ما حد لحق أصلا يسلبني حياتي ما حد لحقي يعنفني أنا حرة أنا خلقت حرة مو عشان يجي أحد يضطهدني أذكر مرة طلبنا من المطعم أنا وشوق جاء مدد الله الوصخ دام مدد الله وساس البلاء جاء قال مش الله طالبين من كودو جلس معنا وبلع الأكل كله بعدين راح الفادي قال خواتك طالبين من المطعم ومكلمين رجال يلعن أمك يا وصخ أوصخ من ذا الإنسان ما في ما في أبدا ومدد الله ذا الوصخ كان لأمري تقريبا 11 سنة تحرش فيني وشوق لو ينكرت وخضعت لهم وشهدت ضدي عندي صوتها بنفسها تقول إيه وأشهد تحرشوا فيك حتى فادي يكسفوا فيها وصخ ذا مدد الله وصخ لا المشكلة مسوي نفسه طبيعي ورجال وما يعيب الشيء ويضحك على أبويا تضحك على أبويا وأنت أسفل منه يا سافل لو متزوج مسوي نفسه سعيد ورجال أنت لازم تنفضه أنت لازم ما تعيش سعيد أنت خطر أصلا يكون عندك أطفال والله ما دريش أقول لكم يعني كنت بقول للأسف ما بقي ألا يتحكموا بملابسنا وهي أصلا صارت فادي كان يقول ممنوع تلبسي جنز أذكر مرة شوك كانت تبكي تقول الله يخليك خليني ألبس جنز ويقول لا وتقول الله يخليك وتبكي وأذكر مرة خلاتي يقولون الفادي اللي ما تشتري لخواتك جوال عاد جالس عمره عشرين سنة جالس يقول ما في جوالات عاد يقولون ما نشتر لهم يقول لا ما في ما يمسكون جوالات كل زق كل زق لو أنك رجال طلع نفسك يلا هذا غير جدي لي كأننا خدامات حرفين خدامات يعني أنا اللزوم اسمي شاندرا ما اسمي وسام يعني أنا اللزوم إنسانة لازم يعني أرضخ يعني بس أسوي لهم الغداء والكبسة والمرق بس يعني ما أسوي أنا ما عندي وظيفة غيري أن يكون خدامة ترى ما لكم حق تنجبون أطفال تخلونه مخدم عندكم ما لكم حق أبدا إذا طفلك بيخدمك هذا خير منه ولكن مو واجب عليه هذكر جدي يضرب يعني إذا طلع الأكل مو حلو ولا إذا ما سوينا أكل يضرب وعمامي كمان لما أبوي طلعنا البيت جاء عمي عبد الرحمن قال لي أنا وشوق لا تطلعون خليكم خليكم كلهم أنانين جاسين يلعبون على مصالحهم ليش يقول خليكم مو خوفا علينا عشان نصير خدم عند أمه علشان ننظف للحمام والتوليت والمطبخ أساسا لليوم قبل فترة شوق تقول لي عمات يدقون علي وانا بالعواقيلة يقولون ليه ما تجين عندهم يتنطفين لهالبيت وين بناتكم كل واحدة عندها درزا مبنات على الفاضي ولا تتسلطون على الضعيف لأن أمنا مو عندنا ويتيمات خرع عليكم مطقعكم مطقعكم من أكبر واحد لأصغر واحد يا أخي يعني اللي قلت هذا بالنسبة لكم يعني لكم كثير لكن بالنسبة لي يعني للقليل لأن كل هذه المعاناة اللي قلتها نقطة من بحر والله يا في مواقف تشي بالراس تشي بالراس أمي متزوجة وعندها أطفال ومتى تنفينه أبداً مشغولة بالقيل وقال حريم عرعر يموتاً على العلوم والقيل والقال مو فاضية لبناتها أذكر أبويا كان يقول طلق براسك أكبك نفس الكلبة وأنا ولي أمرك ترى يعني أنا عمري عشرين وطلعت بهذه الجراءة مو من فراغ مو لأني فاضية طلعت بهذا المنظر لأني فعلاً عانيت لأني فعلاً مقهورة لأني فعلاً أذكر يوم أني هجيت أبو كان يرسل لي يقول لي أنتي وين بتروحين يعني أقصى حدك البقالة يلا طلعي 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 يا كلبة طلعي كأني كذا جارية تحته ما كأني إنسان مرة يعني مستهزئ فيني ويضحك عاد يوم سوى بلاغ وشافني طالع على مصر قال ها 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 وين رايحة يعني أقصى حدك مصر يلا جايك جايك يا كلبة والله إنك أجحش إنسان على وجه الأرض عبالك الحياة فوضى يعني عبالك أنا كلب عندك وكمان ومنس الوسخ ذا فصل فادية من الجامعة كانت مرة متفوقة وشاطرة كان يقول لها مجالة طب اختلاط دائما الشراميط والوسخين الديوثين هم الشكاكين لأنهم هم أصلاً ديوثين ووسخين وكلن يرى الناس بعين طبعة الآن فادية كم لها جاسب البيت يتدمره ودبره ومستقبلها هذول عيالنا يرى يشوفون المرأة هي جهاز جنسي وتطبخ بس وبس تجس بالبيت يعني خدامة بس لا أكثر ولا أقل ويشتمونها ويضربونها وجوال ما فيه تلفزيون تلفزيون يحطوا لنا قنوات والله يحطون كان يحذف أغلب القنوات يحط لنا قنوات الرياضة أنا وشوق يعني طفلاتنا بغى نبغى نشوف شيء يعني عشين حياة كذا فكنا نشجع الكورة يعني فيجي جدي يقول أنت ما تستحن تشوفنا الكورة وش نشوف يعني نشوف الجدار وش نشوف يعني يقول أنت تشوفنا رجالهم يتسدحون ويطيحون عشان تشوفون طيازهم قلنكم مرضى عندكم متلازمة الجنس يعني محذفين لنا كل شيء يعني نقوم نغسلكم طيازكم 24 ساعة يا متخلفين يلعن أم التخلف والله ما تندمت أني فضحتكم عاد حنك كنا مرة خوافات يعني أوكي أحذف القنوات عادي ما نقدر نسوي شيء كلهم أكبر منا ويهددوننا أخر شيء طحنا على الكورة ما عجبهم طحنا على قناة بداية قالوا أنتم ما تستحون ليش تجاهز تنظرون للرجال وتتكلمون عليهم طيب وش نشوف يعني وش نشوف يعني ندقى على قناة بداية نقول ممكن تلبسونا المشتركين عبايا ونقاب يلعن أم المرض المشكلة الجدي ذا يشوف مصارعة حريم والله العظيم يشوف مصارعة حريم لابسين لابسين ملابس داخلية هو يشوفها عادي بس حن نشوف الرجال يقول لا أنتم ما تستحون يلقى عائلة مريضة مريضة يعني أمان عليكم تخيلوا يتحكموا بلبسنا ما في جوال ضرب إهانة تنمر كنت مراتها روح المدرسة أبكي ما حد يهتم فيني يعني كأني عايشة بالشارع ويومها جيت قالوا لي يا قليلة الأدب أنت سرقتك عصابة والله لو في عصابة تتعاطف معي بتقول يا عمري تعالي يا عمري ويش سووا لك يا عمري ولا أنت مسحورة ترى الجن الجن جلسين بالزاوية يقولون عوذ بالله من أهلك والله لك هذول يعني ما نتشرف حتى أننا ندخل بيوتهم عماتي أنانيات مرة 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 مدعيات الدين والصلاة هم كذابات حشاشات نمامات فتانات خبابات يعني بس يحشون بخلق الله ويفرحن بمصايب الناس ويتشمتن فيني أنا وشوك أذكر مرات أبغى أروح البقالة لازم نسوي لي جواز أنا بالبيت لازم إذا طلعت يصرح لي يمد الله ومونس وفادي يعني يعني مرة حالتي مرة جدا زق يعني ما بقل لا والله والله صارت قسم بالله صارت مرة أبوي قال أنتم ليش تحطون الخضروات مع الكبسة عاد قلنا لأ أنا وشوك طيب كيف إن هذا أكلنا يقول لا مو على كيفكم يع يع أنا إيش أقول عنكم وأسبكم الله يأخذكم إن شاء الله مرة فادي شاف شوك واقفة مع البقالة عند صديقتها كانت طالعة من المدرسة استناها تروح البيت بعدين جاها البيت وضربها يعني ضربت وقع عينها ووقتها صار صارت بنفسجية قالها أجل أنا ما قلت لك من البيت للمدرسة ذا فادي كان يكسر علينا عصر مكانيس والله العظيم الله يأخذك إن شاء الله وتموت أحس لسه ما قلت كل شيء بقلدي لأني اللي سواه شيء أبدا مو بسيط والموقف هذي اللي أذكرها في مليون موقف ما أذكرها أذكر لما فتح فالي مولب عرعر كانوا خلاتي بيروحون عد أنا وشوق نروح الفادي نقول الله يخلي خلينا نروح كان يقول لا يقول أنا أنا خلينا نروح يقول لا لا كل زق بس هذي عليا كمان وصخة مباصل خبابة ملعونة كانت مرة تشوف فادي يضربنا بالحقال كانت تجي تصوره وترسل القروب خواتها تقول شوفه رجال حقيرة عديمة إنسانية إن شاء الله تشوفينا ببناتك اللي يقول ليش ما أخذتي أختك معك شوق مو نفس شخصيتي شوق ضعيفة ومستسلمة مو نفسي وحتى فادي فشوق مرة يعني حاولت ألم محلة بس إنها أعرف شخصيتها ما تقبل يعني إنها تروح تخاف مرة مرة تخاف أصلا شوق ما تعطيني فرصة إني أفهمها إن عيشتنا غلط وإن هذول ناس سيئين آخر مرة قالت لي يا حقيرة لا تسبين مدلة تخربين علاقتي معه قلت له من هو مدلة اللي كان يحرض فادي علينا خلانا نعض الأرض من هو مدلة يعني هي هي ما تعطي نفسها فرصة أصلا إنها تشوف الواقع وإن هذه حياة أبدا مو صحية لجاستعيشها بس أنا متأكدة إنها تعاني يعني من من الضرابات نفسية خلتها يعني ترضخ كذا ومدلة ذا أوصخ شخص شفته بحياتي حتى ما رأى أم محمد أتوقع زوجة طليقة السابقة والله مسلمت مننا إنه مرة نزل لنا ثوبة كل دم وحط اللوم عليها الكذاب الشرموت حط اللوم عليها أنا أدري إنكم ظلمتوها أصلا يا كذابين كان يلعن ويشتم أبوها الميت ولكن هي لما تعالت عليه نزل ثوبة عليه دم حقراء هذول يتسلطون على الضعيف لأنها يتيمة تسلطت عليها الله ياخذكم إن شاء الله أصلا ذا مدلة يجي عند عمات يقول أبغى واحدة شعرها طويل نحيفة يطلب مواصفات طقعان طقعان أنت شايف نفسك يا طقعان أنت ما تقبل فيك حتى الشينا ما تقبل فيك أصلا ولا تتشرف فيك يتشرف أبو كرش المتحرش أنا مرة مبسوطة أن في بنات وعو بنات ترى ما أحد لحقي مديدة عليكم ترى إذا حتى لو أبوك مديدة عليك وإنتي سكتتي وقلولك هذا أبوك ترى تتراكم هذه المشاعر والغضب داخلك ويجي يوم تنفجرين والطيحين لأني أنا سنتين كتمت المشاعر ألين صرت صرت يعني صار صرت شهور ما أضحك صرت شهور دائم أبكي فلا تكتمون هذه المشاعر داخلكم خذوا حقكم أنتو تستحقون عيشة كويسة وهذا متدلة مرام كانت تقول أنه كان يكلم بنات ويقول لها أنا ما يحبني شيء أنا رجال كل يزقي بيخرسها والله أنت اللي تاكل زق أنت لو فيك ذرة رجولة ما كان أهنت المرأة كان حطيتها التاج على راسك غصبا عنك لأن هي اللي كبرتك المرأة وخليتك نفسها الجحش هي خلة تشعر يملو بوجهك يا ملزق بس بس في مجتمعنا المرأة تكبر وتطبخ وتربي وتتعب وتشتغل برة وداخل ومكروفة تقبل الإهانة وتقبل الضرب تقبل الويل آخر شيء يكبر الجحش والد يقول أنتو عورة أنتم ناقصات عقل ودين يا ملزق يا حالات من رباكم من أول وجديد سوالكم تأهيل مجتمع ذكوري حقير أذكر ولد خالتي لما صار قيادة المرأة كان جالس كده بصالة خوالي وكانت أم تقول تركي تروكي أنا أبغى أسوق يعني تشوف أوليدي رجال عاد ولدها يقول والله لذبحك لو تسوقين عاد يقولون رجال والدي ويضحكون يعززون له يا بقر هذا بكرة يكبر ويذبحكن كلكن يذبحكن ويعلق روسكن بالجدار يا ملزق تتفاخر أن في داعشي بينكم ويطبلون لعد أنا رغم أني خلقت بين مجتمع زج ووصخ لأني طلعت مختلفة عنهم أشوفهم غريبين وعاماتي مرة مستشرفات دايما ينظرون لنا حين بناتهم ونس نظرة دونية وإن بناتهم هم الكويسات أقول سكتن بس أنا عرف بناتك أنهم كانوا صديقاتي أزق منهم ما في بس أنهم قاعدين يستشرفون عليك تنظف لك كم صحن وتسوي الأشياء من وراك ترجمة نانسي قنع